وللحديث أكثر عن أوضاع النازحين في العراق بعد قرار الحكومة في بغداد إغلاق مخيماتهم تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحربة دكتورة فاطمة اللعاني أهلا بك دكتورة فاطمة يعني بداية بعد أن حددت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم كآخر موعد لاستمرار مخيمات النازحين مفتوحة كيف تقرأين حال النازحين بعد إغلاق المخيمات التي تؤويهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك دكتورة وعليكم السلام حيكم وحي مشاهديكم الكرام يعني قرار الحكومة العراقية بإغلاق كافة مخيمات النزوح يعني هي بمثابة يعني أنا أعتبرها رصاصة الرحمة على النازحين الذين يسكنون هذه الخيام ترى هو معروف هم أصلا يعانون من أوضاع مأساوية داخل هذه المخيمات نتيجة الإحمال الحكومي المتعمد وفقدانهم لأبسط الخدمات في هذه المناطق الآن سوف يعودون إلى مناطق تعاني من الأنقاض وجود العبوات الناس وهذا يعني خطر كبير يهدد حياتهم بصورة مباشرة ويهددهم أما بالموت أو ما بالإعاقات أو فقدان الأعضاء وغيرها إضافة إلى ذلك هذه المناطق لا تتمتع بأبسط أنواع الخدمات الأساسية الأوراق الثبوتية التي يجب أن يتمتع بها أي مواطن عراقي هؤلاء النازحون يفتقرون إلى هذه الأوراق ومما تسببها في أن تسرب الكثير من الأطفال من المدارس عدم الحصول على فرص تعليم عدم الحصول على فرص للعمل لا توجد خدمات صحية ممكن أن تساهم في الحفاظ على صحة أبناء هذه المناطق إضافة إلى انعدام العمل الذي هو يعني العصب الذي يستطيعون فيه استمرار في المعيشة إضافة إلى كل ذلك وهو الأهم هو سيطرة الميليشيات على هذه المناطق وتهديدها لحياة هؤلاء النازحين الذين يعودون سواء بالاعتقالات أو بالقتل أو بالابتزاز من خلال السيطرة الاقتصادية على هذه المناطق يعني الكثير من الأسباب التي تعمل على زيادة تفاقم وسوء الأوضاع التي يعاني منها النازحين عند عودتهم إلى مناطقهم نكتورة فاطمة وزير الهجرة والمهجرين فان فائق اعترفت بأن سنجار لم تتم تهيئتها ومن ثم فإن أهلها سيستثنون حتى يتم إعادة إعمار مدينتهم السؤال هنا لماذا يجري تجاه المدن أخرى كالموصل ولماذا لا يستثنى أهل الموصل كما يستثنى الأهل في سنجار يعني هو أصلا كان تهجير أهل الموصل هو عملية انتقامية ولذلك ارجعهم إلى مناطقهم بمثل هذه الأوضاع السيئة وباعتراف الأمم المتحدة والكثير من النظمات الحقوقية يعني استمرار لعملية الانتقام ضد أهالي الموصل يعني لا يمكن أن يتصور أن الحكومة سعت ولو بقدر بسيط إلى التخفيف عن أهالي الموصل أو أعمار هذه المناطق من أجل أن يعودوا إليها ولذلك هي ترميهم إلى مصير مجهول تعمدا في الإهمال وتعمدا في عملية الانتقام المستمرة من أهالي الموصل نعم لسؤال جديد دكتورة فاطمة هل المدن التي شهدت عمليات عسكرية برأيك أو تلك التي يطلق عليها بالمحافظات المنكوبة تنعم بالأمان لعودة أهلها مع العلم أن الميليشيات هي من تسيطر عليها حتى هذه الساعة لا يوجد أي أمان لأي منطقة تسيطر عليها الميليشيات الميليشيات كما هو معروف يعني لديهم عقيدتهم الخاصة بهم وولاءاتهم الخاصة بهم والمعروفة لدى الشعب العراقي أن ولاءاتهم لإيران ومعروف أيضا أن لإيران مخططات في هذه المناطق وتسعى بكل جهدها إلى تنفيذ هذه المخططات وحتى لو وجدت هناك قوات حكومية فقوات الحكومية هي عامل مساعد لتنفيذ مخططات الميليشيات وتأتمر بأمر الميليشيات كيف تنعم هذه المناطق بالأمان؟ لا تزال عمليات الاعتقال على يد الميليشيات والتعذيب والإخفاء والتهديد لحياة المواطنين مستمر في أي وقت يمكن أن تشن هذه الميليشيات عمليات انتقامية ضد أي مواطن يعارض سياساتهم ويعارض نهجهم ولذلك فأن وجود هذه الميليشيات لن يؤدي إلا لتفاقم الأوضاع الأمنية وتتهورها بصورة أكبر نعم دكتورة فاطمة إذا كانت المخيمات الرثة لا تتحمل النازحين وهم أيضا لا يتحملونها وفي نفس الوقت لا يوجد أمل في عودة النازحين إلى مدنهم بسبب الظروف الأمنية فهل تريننا هناك خطة ممنهجة تهدف إلى تغيير ديمغرافي في محافظات معينة مثلا نعم بالتأكيد يعني ما يحدث في العراق هو استغلال لأي ضرف يحدث في العراق من أجل القيام بتهجير قصري للسكان من أراضيهم من ممتلكاتهم والاستيلاء على ممتلكاتهم ومن ثم وإطلاف ما يستطيعون إطلاف وهو تجري في الأراضي وهدم البيوت وتفجيرها الاعتقالات العشوائية كل هذه بالإضافة إلى الإعدامات الميدانية كل هذه تهدف بالتالي إلى منع هؤلاء المواطنين وهؤلاء السكان من العودة إلى مناطقهم طبعا الحجج حاضرة لدى هذه الميليشيات هجوم لداعش وجود منظمات إرهابية ممكن أن يختلقونها تحت أي ظرف كان إضافة إلى ذلك هم يستغلون هذه الميليشيات تستغل الأوضاع السياسية في العراق من أجل الانتقام من أهالي هذه المناطق خاصة كما أصبح معروف ما يحدث لحد الآن بعد الانتخابات الأخيرة وفشل هذه الميليشيات وفشل الأحزاب التي تستير هذه الميليشيات في الحصول على مقاعد وبالتالي تبسس سيطرتها على العراق بصورة أكثر ولذلك فإن عمليات الانتقام لا زالت مستمرة ومنع الأهالي والاستمرار بالتهجير مستمرة من أجل تغيير ديمغرافية هذه المناطق وأحلال سكان آخرين يدينون بالولاء لهذه الميليشيات حتى ابقاءها فارغة إلى أن يتم تجهيز قطط أخرى بديلة ولا زالت جلف الصخر حاضرة لحد الآن سيطرت عليها قوات الحرس الثوري الإيراني وتمنع الأهالي من العودة ديالة لا زالت هذه المناطق يعني تشهد على ما يحدث فيها ما حدث وما زال يحدث فيها من عمليات تغيير ديمغرافي تقوم بها الميليشيات من لندن كنت معنا عبر سكايد مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني شكرا جزيلا لك